رسلا مبشرين ومنذرين لألا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما جانب الآخر في أهل نوح إبلو وهو فلذة كبدي وبضعة منه مع هذا ذكر الله من خبره ما يستوقف المؤمن ولم يذكر الله تعالى خبرا في دعوة نوح لابنه ابتداء إنما ذكرها في حالة يكون فيها الأب أشفق ما يكون على ابنه وأحرص على ما يكون على إنجائه فإن الله تعالى لما آذن بهلق نوح بعد تلك المدة المتطاولة من الدعوة والبيان والهداية ذكر جل وعلا موقف نوح مع ابنه عندما ركب نوح السفينة فحمل من حمل من أهله كما أمره الله تعالى في قوله إذا جاء أمرنا وفررت النوح فحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول منهم فحمل من حمل مع أهله تخلف هذا الابن وقد كان في معزل بعيدا عن نوح لا يخالطه وليس بقريب منه فهذا البعد حال بين نوح وبين ابنه في الدعوة فلم يذكر الله جل وعلا من هذه الدعوة شيئا قبل هذا الموقف لكن لما وقع ما وقع رأى نوح ابنه ولله حكمة بالغة أن يرى نوح ابنه في هذا الموقف العصي حيث هتف بابنه من جهتين من جهة الحرص على الإنجاء والحرص على الهداية لابنه والثاني بدافع الأبوة فإن الأبوة لها تأثير في عطف الإنسان على ولده وحرصه أن ينجيه من المحالك فقال يا ابني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين هكذا بكل حنو ولطف يقدم دعوة لابنه اركب معنا ولا تكن مع الكافرين فدعاه إلى الركوب في السفينة للنجاة من الهلاك والسلامة من مصائر ومآل الكافرين قال يا أبتي قال سآوي إلى جبل يعصمني من الباء فرفض الدعوة واستكبر وقال أنا غني حن أن أركب معك في هذا المركب وأنا سآوي إلى جبل رفيع عالي يعصمني يمنعني من الماء لا يبلغني فيه الماء قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا مرحب لا عاصم اليوم وهذا فيه تبليغ بأنه مهما فعلت للفرار من هذا المصير وهذا المآل فلن تنجوا لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم فكن مع من رحم وهم من ركبوا هذه السفينة قطعت المحاورة بأن حال بينهما الموج ثم ذكر الله تعالى المصير الذي آل إليه ابن نوح حيث قال جل في علاه فحال بينهما الموجو فكان من المغرقين انتهى هل انتهت عاطفة الأبوة والحرص على نفع ولده لا نادى نوح والرب قال ربي إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أرحم الراحمين توسل إلى الله تعالى بوعده فقال إن وعدك الحق الذي لا يخلف وقد وعدتني بإنجاء أهلي ثم مزيد من التوسل توسل إليه جل وعلا بصفته التي سبقت غضبه وهي رحمته جل في علاه وأنت أرحم الراحمين فتوسل إليه بهذين السببين لحصول ما يريد من إن جاء ابنه وسلامته فجاءه العتاب من رب العالمين ماذا قال الله تعالى له إنه ليس من أهله إنه ليس من أهلك جاء الفصل إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم فنهى الله تعالى أول رسول عن أن يدعو بشيء ليس له فيه علم وهنا العلم إما ناتج أو عدم العلم هنا إما ناتج عن الغفلة وغلبة الأبوة والرحمة والشفقة وإما ناتج عن عدم الإدراك للمعرفة والمعلومة كلاهما يصدق على قوله جل وعلا فلا تسألني ما ليس لك به إني أعظك أن تكون من الجاهلين فوعظه الله تعالى والوعظ هو الأمر والنهي المقرون بالترغيب أو التخويف هذا معنى الوعظ إني أعظك أن تكون من الجاهلين قال ربي إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم هكذا استسلام لله عز وجل ورجوع مباشرة عن أن يكون ماضيا فيما نهاه الله تعالى عنه فالتعظ عليه أفضل الصلاة والسلام وكف عن الدعاء لولده إني أعظك أن تكون من الجاهلين قال ربي إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم وإلا تغفر لي وترحمني أكون من الخاسرين فتوسل إلى الله جل وعلا برحمته في أن ينجيه من مسألته التي سأل بخصوص الله هذه لمحة من اللمحات المتصلة بموقف نوح مع ابنه قبل الغرق وأثناءه وبعده حتى نكون الأقرب إليكم تابعونا على موقعنا الإلكتروني كما نسعد بتواصلكم معنا عبر صفحتنا على الفيسبوك وأيضا على تويتر وبإمكانكم دائما مشاهدة العديد من برامجنا على قناتنا على يوتيوب اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة